الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسي الطيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي أهلن وسهلا مك فضي الشيخ أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبيخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم إنه خير ومسؤول استمعينا في كل مكان لا زال حديث الشيخ جزال آخرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق يمكنكم مستمعين التواصل مع البرابج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق من الأخلاق العظيمة التي أخذت مساحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي من الأخلاق التي دل العقل أيضا على فضلها ومكانتها ومنزلتها هذا الخلق هو خلق الصبر والصبر هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التصخط والشكاية لأقداره وهذا أحد تعريفات التي يذكرها العلماء في معنى الصبر وبعض العلماء يقول الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشر أو عما يقتضيان حبسها عنه ومن أهل العلم من يقول بأن الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله وهناك تعريفات كثيرة والمعنى بأن الصبر سمي صبرا لمرارته وذلك لأن الذي يصبر يتجرع مرارة الألم ومرارة الشيء الذي صبر عليه ولذلك الصبر في واقع الأمر من الأخلاق العظيمة والأداب الجليدة الله جل وعلا رغب في الصبر في كتابه كثيرا من ذلك أن الله تعالى أمر بالصبر قال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله قال تعالى واصبر لحكم ربك ومنها أن الله تعالى نهى عما يضاد الصبر قال جل وعلا ولا تكن كصاحب الحوتي إذ نادى وهو مكذوم وقال جل وعلا ولا تستعجل لهم وكذلك الصبر جاء في القرآن حيث إن الله تعالى علق الفلاح به قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتعليق الفلاح إنما يكون على ما سبق ذكره من هذه الآية وأيضا الصبر علق الله جل وعلا الإمامة في الدين عليه هو واليقين قال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وأيضا بين جل وعلا أن الأجر على الصبر مضاعف ولا حدود له قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال سبحانه أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ولذلك الصبر له منزل كبير ومما يدل على ذلك هذه النصوص الكثيرة في القرآن وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يحث عليه كان يحث على الصبر فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وكان عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى وفي هذه قصة حينما مر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تجد عنده بوابين ولذلك قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى ولذلك قال بعض العلماء فإن مفاجآت المصيبة بغته لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها فإن صبر الصدمة الأولى فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه وهي الصدمة الأولى وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها فيصير صبره شبيه الاضطرار وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وآله كأنها تقول له قد صبرت فأخبرها صلى الله عليه وآله أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى ويعني هناك أحاديث كثيرة جاءت في الأمر بالصبر والحثة عليه وبيان الأجر المترتب على الصبر وهذه نرجوها للمجلس القادم واللقاء القادم بحول الله تعالى إلى ذلك الحين أستودعكم الله صلى الله وسلم وبرك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم أحسن الله إليكم نعم نذكروا مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة صلات نعم أنا أخ أحمد فضل سلام عليكم عليكم السلام رحمة الله بركة حكرا أخمد الله يبارك فيك يحفظك يا شيخ عزيز مرحبا عليكم السلام حبك في الله حبك الله يا أخي يا مرحب كيف حالك الله يطول عمرك يحفظك طال عمرك الشيخ قبل صلى الله دعنا الفجر أنا أقوم أكبر القرآن يعني فأفد يعني فأكبر يعزن هل توقف ولا استمر أسألي نعم سؤال آخر أخ أحمد تس إن شاء الله تس هياك الله أخ أحمد ما شاء الله أردت هياك الله نعم نجي فأصيح سؤال آخر أحمد يقول أنه قبل ذا الفجر يقرأ القرآن ويقول ثم في أثناء القراءة يؤذن عليه المؤذن لصلاة الفجر نعم نقول فأصيح نأخذ هذه المكرمة معنى أبو عمر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحيانك الله أبو عمر تفضل أحبك الله أحبك الله إزاك الله خير شيخ الفاضل أعلم من البرنامج قبل بعدم جواز المسح على ما يسر دراع المرأة في حالة وضوئها فالسؤالي إذا تكرم بعدم جواز المرأة بالمسح على ما يسر الزراع في حالة وضوء نعم يبدأ أن تكشف ذراعها فإذا إذا ترضيت المرأة ولبست زيها وخرجت للزيارة آآ من من دبي إلى أبو الظبي ثم نقضت وضوءها فخشيت من خروج وقت الصلاة فهل لها أن تمسح على الزراع وتصلي أم يفوت وقت الصلاة ثم تقضيها عند العودة في المنزل يعني تقصد تمسح على ما فوق الزراع بالضبط على الأكمام ألكم إن شاء الله وهذا تقصد في الصفر بغض النظر على الصفر يعني خارج المنزل نعم ما يصد الزراع لا يصد نذو إلا بيخلها الزيار بالكامل نعم نعم واضح إن شاء الله هل لها أن تمسح عليه شكرا جزيلا إن شاء الله حياك الله الله يحفظك بأمر أسمع إن شاء الله الرد جيفت الشيخ سؤال لأخي أحمد يقول في أثناء قراءته للقرآن يقول أذن المؤذن لصلاة الفجر هل يتوقف عن القراءة ويرد خلف المؤذن الحمد لله أسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يزيدك من الهدى والتوفيق وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وعملك نعم بالنسبة للإنسان إذا كان يقرأ القرآن ثم أذن إليه ثم أذن المؤذن فإن المشروع أن يتوقف عن القراءة وأن يردد معه المؤذن وذلك لما في الترديد خلف المؤذن ولما في الدعاء بعد الأذان من الثواب الكبير والأجر العظيم وهذا يجري على قاعدة إمكانية الجمع بين المصالح المتقابلة في الزمن الواحد ولذلك لا تفوت قراءة القرآن عليك ولله الحمد فتتوقف ثم تردد خلف المؤذن وتأتي بالدعاء فإذا أحببت أن تكمل القراءة تكمل وإذا أحببت أن تستعد للذهاب إلى صلاة الفجر في المسجد فهذا لا شك بأنه أولى ساكل خير صحيخ وأحسن الله إليكم نعم عبد الله تفضل نعم الوالد هو صحيخ عن ذكاة النخل فهي المهم والليس منها 220 300 طاعة 200 واربعمية درهم من الكيس عشتين درهم آآ فهو طلعت خمسمية درهم من ذكاتها حجاز ولا دا كوي كيف أخرجت خمسة آآ واربعمية درهم وانت أخرجت خمسمية فقط آآ آآ أنا حتى روح التمجي عندهم المشتري حسسسين في روحي المشتري ثلاثة عشتين درهم آآ منثين عشتين ثلاثة الفين واربعمية درهم طلعت زكاة خمسمية درهم آآ أبو عبدالله السؤال غير واضح كم كيلو عند آآ كم ظهر كيلو أبو عبدالله 220 كيس 220 كيلو كم بالكيلو كيس 20 درهم بالبيع بالكيلو كم بالكيلو ما عرف كم الكيس مثل نقول كيس عشتين درهم ولا روح نشتري الكيس عشتين درهم والكيس كم كيلو فيه ممكن فيه عشتين كيلو مم بالكيس عشتين درهم نعم وانت اخرجت زكاة تكربنا لغنم وكم 250 كيس 220 كيس 220 2400 درهم وانت اخرجت 500 درهم زكاة 500 درهم وعطيت المقالية زكاة الله خير وعبدالله تسمع شاء الله رد زكا الله برحباً نعم 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 فالشيخ سؤال أعمار يقول أنه امرأة توضأت ثم يقول لبست ملابسها وخرجت من المنزل يقول له يعني زيارة مكان بعيد عن منزلها فيقول أتى وقت الصلاة فانتقض وضوءها لا تستطيع أن تتوضأ إلا بخلاء ملابسها كاملة فيقول فضل الشيخ هل يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى ترجع إلى المنزل وقد يخرج وقت الصلاة أو أنها تتوضأ وتمسح على بدل غسل اليدين تمسح على الأكمام هو ذكر بأنها تسافر لا فضل الشيخ غير المسافر لكن فضل الشيخ خرجت إلى مكان بعيدا من المنزل لا تستطيع أن تعود حتى تنزل الملابس الحمد لله أولا بالنسبة للصلاة لا تصح إلا بوضوء لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين ولما جاء الصحيح والسنن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الأمر الثاني بالنسبة للوضوء هو إسالة الماء على أعضاء الوضوء ما عدا الرأس فإنه يمسح ولذلك يجب على المتوضى أن يسيل الماء على أعضاء الوضوء وأعضاء الوضوء التي تغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والقدمين وأما الرأس فيمسح مع الأذنين وهل يشترط الدلك أم لا الجمهور العلماء يذهبون إلى سنية الدلك هناك قول في أحد المذاهب الفقهية المعروفة إلى وجوب الدلك الأمر الآخر بالنسبة للمرأة التي ذكر الأخ السائل أنها تتوضأ ثم تخرج وينتقض الوضوء فهنا يدخل وقت الصلاة هل تمسح على الذراء؟ الجواب لا لا يمسح عليه لأن هذا ليس خف وليس خمار لا جورب ولا خمار الجورب محل في القدم والخمار محل في الرأس أما اليد فلا بد من الغسل يقول الأخ الآن احتمال بأن وقت الصلاة يخرج ماذا تفعل؟ أولا ننظر في الواقع هل هذا يعني متصور؟ يعني هل لا يوجد مثلا مكان لوضوء النساء؟ أنا أجزم يقينا بأنه ما من مكان إلا وفيه وضوء للنساء يعني إذا جئنا إلى مراكز التسويق نجد ولله الحمد حمامات مخصصة للنساء إذا قلنا المستشفيات نجد أيضا حمامات مخصصة للنساء إذا جئنا إلى بقية الأماكن نجد ولله الحمد أماكن مخصصة لوضوء النساء فيحني لا بد حقيقة من الاجتهاد لأنه ما يجوز للإنسان أنه يقول والله مثلا احتمال كذا أو سيكون كذا لا الواقع يدل على أن بإمكان أي مرأة الآن تتوضى ولله الحمد في أي مكان كانت في هذه الدولة نتكلم وفرت ولله الحمد الخدمات هذه للناس طيب أفترض الآن الأخ أفترض يقول والله ما وجدت صعب عليها عسر عليها مثلا والآن لم يبقى على خروج الوقت إلا لحظات إذا ما صلت سيخرج الوقت نقولها تتيمم لأنه أصبحت الآن في حكم العادم للماء أو العاجزة عن استعمال الماء تتيمم وتصلي قبل خروج الوقت فإذا ذهبت ورجعت الراجح من قول أهل العلم أن تتوضى وأن تعيد الصلاة أن تتوضى وأن تعيد هذا قلت الراجح للمسألة فيها خلاف هل تعيد أم لا لكن أرجع وأكد على مسألة أن تعسير الأمر وجعله صعبا أعتقد بأن هذا غير وارد في مثل هذه الظروف ساكرا لخير الشيخ من أخ محمد فضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكرا لخ محمد فضل يا شيخ أنا عندي سؤال بسيط يعني عن السفر أنا طالب وسافر براء البلاد لمدة ثلاث سنوات أربع سنوات فهل يحق لي مثلا الزواج من أهل البلد أعلم بأنهم من أهل الكتاب يعني لمدة معاية مثلا ثلاث سنوات أربع سنوات بعدين يعني أطلق هل هذا يجوز وهل أحتاج أعلم والدي أخبرهم وإذا ما خبرتهم يعني هل هذه إعاقة ولا أي شيء في هذا الموضوع إن شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك يا خم حمد ما شاء الله الرد برعبد الرحمن فضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كله برعبد الرحمن الله يحفظكم ويجعل ما قدمته في مزاعة آمين جزاك الله خير جزاك الله خير عندي استفسار بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة إذا كان في الصلاة الجهرية خلصت أن أستعد الدعاء الاستفتاح اللي هو الخوف هذا نقول سبحانك الله عمدك تبارك اسمك تعالي جدك حل أكمل والله ما بعد بين وبين خطايك ما هكذا الإمام لم يقرأ منتظر أو أقرأ وماذا أفعل قبل أن يشرع الإمام في قرات السوق هذا واحد اثنين في التشهد التشهد أحيانا عندما نتشاهد مثلا التشهد أحيانا أنا أكون مسبوق وأحيانا أقرأ ثلاثة شهدات أو أربع أحيانا في الثلاثة الضغط يكون أربع شهدات لأني ما حضرت بس فضرت ركعة ركعتين ما ركعة فهل التورق متى عند هذا يجب هل لازم آخر ركعة بالنسبة لي ولا من ثانية ركعة هذا ثنين معاي شخص طيب بالنسبة للتشهد له التحيات أحيان الإمام يستعجل فما خلصنا صلاة الإبراهيم إلا كلمة أدعو بدعاء رب أرزينا في الدنيا أحسن وأخذ حسن وقن عذاب النار اللهم أبعد بيني وبين خطاياك وأكون أتأخر بعد شوي قد يسلم أحد المصلين اللي بجنبي ونما أخذ هل هذا التأخر فيه شيء أو خلاص أكمل محل ما يسلم الإمام أنت أنا وسلم الله خير الله يبارك فيك إزائك الله خير بابد رحمة إلraz و inspections الله بحمدان اتفضل اتفضل تفضل بابد محمدان على الهوى السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله بركاته الله يحفظكم الله يبرك على اللي يقدمونا وظهي Shoot نحبكم في الله أحبك الله يا أخي أهلاً وسهلاً الله يحييك الله يحفظكم يبارك فيكم الشيخ عندي ثلاثة سئلة إذا ممكن سؤال الأول الشيخ بخصوص ما ورد في الاضطجاع بعد سنة الفجر يعني هو حصل مثل نوع من النقاش هل هي بعد سنة الفجر في المنزل أم بعد قيام الليل قبل أذان الفجر فإذا فيه توجيه أو توضح من فضيلة الشيخ والسؤال الثاني الله يسلمك الحمد لله نعلم بفضل أهداء سنة الرواتب في المنزل وفضلها وأن رسول صلى الله عليه وسلم كان حريص عليها فسؤالي هل ورد فضل في ذلك من ناحية الأجر يعني مثل ما ورد مثلا في فضل صلاة الجماعة لطلوات الفر في المسجد مثلا إذا صلت الصلية السنة في المنزل هل يعني يوجب عليها مثلا أجر خمسين أو حمسة وعشرين صلاة إذا ما صليت إذا ما قرنت صلاتها في المسجد بالنسبة للسنة الرواتب والسؤال الأخير ففيلة الشيخ بخصوص بعد أداء الفروض في المسجد شريعة أبكار ما بعد الصلاة هل مثلا بعد الصلاة يشرع السلام على المصليين وإذا مثلا أحد المصليين بعد انتهاء الصلاة يذكر الله سبحانه وتعالى وسلم عليه أحد أخوانه في المسجد هل يرج عليه السلام أم يكمل أبكار الصلاة إذا لم يكن لها منها زاك الله خير أبو حمدان تسمع شاء الله وياك الله زاك الله زاك الله جيفان الشيخ سؤال عبدالله يقول أن عنده نخل ويقول هذا النخل أخرجت يعني أو يقول أنه يعني جمع ما أخرجت هذه النخل من تمر فيقول كان مقدار ذلك 220 كيس يقول أن يعني ثمن هذا التمر 2400 درهم فيقول أنه أخرج 500 درهم زكاة وذكر فرص شيخ أن الكيس يساوي 20 كيلو الحمد لله أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لزكاة التمر تجب الشرطين الشرط الأول بلوغ النصاب والشرط الثاني عند الحصاد يعني عند جني التمر والثمار بالنسبة للنصاب النبي عليه الصلاة السلام قال في كل خمسة أو سوق صدق والوسق الواحد هو 300 صاعة 300 صاعة والمجموع تقريبا 600 كيلو فأكثر يعني إذا بلغت 600 كيلو فأكثر فهل التمر اللي عندك بلغ 600 كيلو إذا قلت لي نعم اطلع زكاة العشر طبعا إذا كان يسقى بماء السماء ونصف العشر إذا كان يسقى بكل فهمون فقضية أني أحسبها أنا بقيمة الأكياس هذا غير وارد لأن هذا يختلف من نوع إلى نوع ومن حجم إلى حجم فلذلك الرجوع إلى إلى مقدار ما حصل وهو 600 كيلو فأكثر بها تخرج الزكاة نعم زكاة الله خير رفض الشيخ الأخ محمد يقول أنه طالب ويسافر يقول خارج الدولة للدراسة يقول يبقى ثلاثة وقربعة سنوات هل يجوز له أن يتزوج من هناك من أهل البلد من أهل الكتاب يقول لمدة دراسة ثم يقول يطلق ويرجع وهل يجب عليه أن يخبر والديه وإذا لم يخبرهم هل يكون عاقا لوالديه الحمد لله أولا يا أخي الفاضل بالنسبة للزواج مبني عن الديمومة والاستمرار والاستقرار والسكن الله جل وعلا يقول من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولن يشرع الزواج للعبث أو الزواج المؤقت هذا كله من العبث الأمر الثاني يجب على الولد إذا أراد أن يتزوج أن يخبر والديه وأن يستأذن والديه ولا يجوز له أن يقدم على النكاح بامرأة وأهله لا يعلمون بذلك المسألة الأخرى واضح من الأخ السائل أنه يريد زواج مؤقت بدليل أن يقول أتزوج فأطلق بعد ذلك وهذا لا شك بأنه يتنافى مع مقصود الشرع من النكاح ولذلك واجب عليك يا أخي الفاضل أن تترك مثل هذه الأفكار وأن تبتعد عنها وأنا أدلك على ما هو خير وأفضل وهو أن تخبر أو أن تستأذن والديك بأن يزوجاك من بلدك من أهلك من عائلتك من أقاربك تتزوج الحمد لله وتأخذها معك وتحقق ولله الحمد جميع المصالح الشرعية وتحافظ على نفسك بدل هذا التقلب ولعبت أفترض يا أخي الفاضل أنت ذهب تزوجت بهذه النية ثم حملت المرأة وأتت بولد ما موقفك أو شيء بين يدي الله وأنت ذهبت تتزوج لا لنية الاستمرار وما موقفك بين أهلك ووالديك وما موقفك أمام هذه المرأة فلذلك أنا أنصحك بأن تترك مثل هذه الأفكار وأن تحرص على الزواج من بنات بلدك وتأخذها معك ولله الحمد حتى لو كنت طالبا يعني أنا أعتقد الطلاب الذي يبتعثون هناك يعني يعطون مكافآت وممكن أنه تعيش مع زوجته والحمد لله يكون مستقر سأكل الخير رفض الشيخ ابو عبد الرحمن يسأل عن دعاء الاستفتاح في الجهر يقول إذا أكملت الدعاء يقول ماذا أقول الإمام يقول لم يبدأ بالقراءة بعد الحمد لله بالنسبة الإنسان يتأنى في يعني يقرأ دعاء الاستفتاح وإذا الإمام لم يبدأ بعد يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم لا حرج في ذلك سأكل الخير رفض الشيخ يقول إذا كنت في الصلاة المغرب دخلت مثلا يقول متى يكون التورك الحمد لله التورك يكون فيه التشهد الأخير فالراجح من قول أهل العلم آخر تشهد هو الذي تتورك فيه سأكل الخير فض الشيخ أيضا يقول إذا الإمام يقول استعجل في التحيات فيقول لم أتي بالدعاء الذي بعد التحيات وأتأخرت عن الإمام قليلا حتى أتي بهذا الدعاء هل علي شيء الحمد لله لا حرج عليك في ذلك بشرط أن لا تطيل الفصل يعني بعد الإمام زاكر الخير فالشيخ يعني أهل العلم منهم من ذهب إلى أن هذا التجاع عادة وليس التجاع عبادة ومنهم من ذهب إلى أن التجاع عبادة والذين ذهبوا إلى أن التجاع عبادة اختلفوا فمنهم من قالوا بالوجوب كالظاهرية وبعض الفقهة ومنهم من 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 الصحابة عموما اللي يظهر لي والله أعلم بأن الضجعة هذه بعد سنة وتكون في البيت بعد سنة الفجر إذا كان يصليها في البيت ويضطجع لأجل طلب الراحة بعد قيام الليل لأنه كان يصلي الليل ويطيل صلى الله عليه وسلم هذا هو المقصود بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان نزيل نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا لتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال باس الخليفة من الأخراج سلطان القطامي تقبلوا تحيات محدثكم سعاق عبداللطيف سلام عليكم ورحمة الله